السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حمص الحي فرقة اولى طبطنطا هنتكلم بإذن الله النهاردة على نوع من مسائل الباب التاني في كيميا مسائل التحليل الكمي الكتلي اول نوع معنا احنا عارفين طبعا ان التحليل الكمي على نوعين تحليل الكمي حجمي وتحليل الكمي كتلي تحليل الكمي كتلي لطريقين طريقة بالتطير وطريقة بالترسيب الطريقة اللي بالتطير دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان انا بجمع المادة المتطيرة او احسب كتلتها او في طرق تانية ان انا احسب الفرق بين كتلة المادة قبل قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد التسخين تمام طب كمام كلام كويس تمام اللي هنتكلم على النهاردة هو ان انا هاجمع المادة هاجم احسب كتلة المادة قبل وبعد التسخين تمام لو انا معايا ملح متهدرت ملح في مياه تمام وسخنته وسخنته بعض المياه ده هتتحول المياه هتتحول الى بخار مياه تمام هيحصل انخفاض في قدة الملح المتهدرة هيبقى مش ملح متهدرة هيبقى ملح بس من غير المية لان كلمة متهدرة يعني فيه مية هيضرع حفاظية يعني هيضرع في وجود عمل بضيف مية في وجود عمل حفاظ تمام ده معنى كلمة متهدرة لو هو سخنت منه المية مش هيبقى فيه مية هتتصعد على هيئة بخار مية تمام دلوقتي لأنا أنا وفلان كنا 50 كيلو تمام فلان أنا الوحدي بربعين يبقى فلان التاني بكام بعشرة أجدناها ازاي 50 ناقص 40 كذلك لو أنا معي ملح سخنته وكانت كتلته ولياكم مثلا كان 5 جرام سخنته بقى 3 جرام يبقى الملح يبقى المية اللي كانت فيه كتلتها كام او 5 ناقص 3 باتنية كذلك لو أنا سخنت ملح كولوريد البريم اللي كتلته 2.6903 قالك ثبتت الكتلة بعد التسخين عنده 2.2923 يعني خلصت المية اللي فيه تمام عشان مش كنت المية بخرت فجأة لا بتاخد وقت تمام ثبتت الكتلة عنده 2.2923 اعرف اجيب كتلة المية اه اعرف اجيب كتلة المية بتساوي الكتلة قبل ناقص الكتلة بعد صح صح هتبقى 2.6903 ناقص 2.2923 تطلع ب 0.398 جرام دي كتلة المية هو طالب ايه في المسألة هو عاوز النسبة المقاوية للمية في الملح المتهدرت لو أنا واحد مشارك لو أنا شاركت في 5 جنيه في 20 جنيه وعايز اقول نسبة المقاوية للمشاركة بتاعتي هقول ايه هقول الخمسة جنيه لانا دفعتها كمية اللي انا اشتركت بها عدد كمية كلية تطلع للنسبة بتاعتي يعني لو أنا مشارك بخمسة جنيه من ضمن 20 جنيه هتبقى 5 على 20 في مية تطلع ب25 في المية تمام كزلك برضو لو أنا عايز اجيب النسبة المقاوية للمية في الملح المتهدرت هشوف المية شاركت بقد ايه هلاقي شاركت بتلاتة بوينت بوينت صفر ثلاثة تسعة تمانية تمام سوري ثلاثة تسعة تمانية ثلاثة تسعة تمانية على على 26903 تطلع النسبة الماوية معي 1479% شكرا انا كده جدت النسبة الماوية للمية اثنين عدد جزيئات المية في الملح المتهدرة بعملها ازاي؟ بعملها بطريقة الجدول انا بحب الجدول ده جدا 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 الجدول ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على بقارن ما بين نسبة حاجتين واوصل في الاخر للعدد جزيئات المية في الملح المتهدرة وصخته تمام ببدأ المسألة بابدأ بايه؟ بابدأ بكتلة المادة اللي انا طلعتها كتلة المادة اللي انا طلعتها supplier كتلة المياه 3.9 8 تمام يبقى 0.398 واجيب كتلة الملح الواحده كتلة الملح الواحده كتلة الملح الواحده اهوا 2.2923 بعد كده باجيب ايه؟ باجيب الكتلة الملية كتلة المولي الواحد من an H2O H2 يعني زرتين هايدروجيني يبقى 2 في 1 والاكسوجين كتلية الملية ب 16 كتته المولية بستاشر تمام هو الرجل المحترم يديني للمية كلها على بعضها ايشي تقول بتمانتاشر جراء تمام طب البي اي سي اي لتو كولوريد البريم البريم سنائي والكولوريد وحادي وابدل التكافؤات فيطلع بي اي سي اي لتو البريم مية سبعة وتلاتين الكلور الزرة الواحدة بخمسة وتلاتين ونص بس هما زرتين يبقى هضرة بخمسة وتلاتين ونص في اتنين تطلع بواحد وسبعين زائد مية سبعة وتلاتين هجيب النسبة ما بين كتلة المادة الى الكتلة المولية النسبة ما بين كتلة المادة الى الكتلة المولية تطلع بي صفر بوينت صفر تلاتة تسعة تمانية على تمنتاشر تطلع بي صفر بوينت صفر اتنين اتنين جرام تمام تمام طب التانية هجيب برضو كتلة المادة على كتلة المولية اللي كانت اتنين بوينت اتنين تسعة اتنين تلاتة على ميتين وتمانية تطلع بصفر بوينت صفر واحد واحد بعد ما جبت النسبة ودي الخطوة الثالثة بعمل ايه بجي بأسم النسبة الكبير على نسبة الصغير نسبة الكبير على نسبة الصغير والصغير على نفسه يبقى الكبير كان 0.022 على 0.011 تطلع ب2 طب والصغير على نفسه اكيد هيطلع بواحد اي حاجة على نفسها بواحد 5 على 5 بواحد الرقم ده على نفسه بواحد تطلع النسبة 2 يبقى عدد جزيئات المية bsl2.2 h2o نحيد لخطوات تاني نحيد لخطوات مع بعض تاني باجيب ايه باجيب كتلة المادة اللي معاي تمام تطلع المية كانت اللي نطلعها ببوينت صفر بصفر بوينت تلاتة تسعة تمانية ال bsl2 الوحده اللي مفوش مية الملح الوحده اتنين بوينت اتنين تسعة اتنين تلاتة هجيب الكتلة المولية الكتلة المولية دول زرتين هيدروجيني بقى 2 في واحد والاكسجين بستاشر تطلع بطمنتاشر طب ال bsl2 ال b بواحدة مية سبعة وتلاتين ادي الكولور بخمسة وتلاتين ونص تمام خمسة وتلاتين ونص في اتنين بواحد وسبعين على المية سبعة وتلاتين تطلع بانتين وثمانية كده انا جبت الكتلة المولية ومعيا كتلة المادة هعمل ايه هقسم كتلة المادة على الكتلة المولية قسم كتلة المادة على الكتلة المولية طلعها لنسبة النسبة دي طلعت بي صفر بوينت صفر اتنين اتنين الثانية طلعت ب0.0 11 قلتلك بعمل ايه بعدها? بعمل الكبير على الصوير تبقى 0.022 على 0.011 و لده كان الصوير اوه تطلع ب2 و اي حاجة على نفسها بواحد واحد يقول لي طب معلش بس ما تكتب لي الخطوات كده تاني بسم الله اكتب ح crypt اول حاجة باجبها هي ال H2O و ادي الملح اللي معايا اللي كان كلوريد البر تمام ادي اول حاجة بقولتلك باجبها كتلة المادة اللي انا طلعتها المية اللي كانت في المسألة كانت 0.398 طب بطلة الملح كانت عبارة عن 0.0 كانت عبارة عن 2.9 2.3 بعد كده بجيب الكتلة المولية بعد كده بجيب ايه بجيب الكتلة المولية قال لك ان الكتلة المولية للمية 18 جرام طب الكتلة المولية للب ايه سي اللي تو البي ايه ب137 والكلوريت زرتين فاتنين في خمسة وتلاتين ونص تطلع بامتين وتمانية تطلع بامتين وتمانية بعد كده قلت لك بعمل النسبة النسبة اللي هي عبارة عن كتلة المادة على الكتلة المولية على الكتلة المولية تطلع بي 0.398 على 18 تطلع بي 0.022 طبعا لو أسنتها هنا هتبقى 2.2923 على 208 هتطلع بي 0.011 قلت لك بعد كده بعمل ايه رابع خطوة معنا الكبير على الصغير الكبير على الصغير يعني 0.022 على الصغير 0.011 تطلع بي طب الصغير على نفسه أي حاجة على نفسها أي حاجة على نفسها بواحد أي حاجة على نفسها بواحد يبقى كده اتنين جزء مية اتنين جزء مية ليه اتنين ليه واحد من البي سي إلتو يبقى بي سي إلتو دوت اتنين اتش إلتو نشوف فكرة أصعب شوية بولها احسب عدد مولات ماء التبلر في المول من ملح كابريتات الماغنيسيوم المتهدرة إذا علمت أنه يحتوي 51 و بوينت 16 ماء تبلر بوص يا سيدي أنا دلوقتي واحد مشارك بواحد وخمسين وستاشر إرش تمام واحد وخمسين جنيه وستاشر إرش في مبلغ من المية جنيه صح صح تقول لي يبقى نسبتي واحد وخمسين وستاشر تمام يبقى الباقي الباقي أكيد جاي من الملح اللي هو عبارة عن إيه عبارة عن مية عبارة عن مية ناقص واحد وخمسين وستاشر هيطلع بتمانية واربعين اربعة وثمانين ليه لأن الجزء على بعضه أكيد مية في المية أنا مشارك بمية واحد وخمسين وستاشر وليكن مثلا يعني لو الجزء كله من الجرام يبقى التاني مية ناقص الواحد وخمسين وستاشر تطلع بتمانية واربعين اربعة وثمانين من مية ودي كانت مسألة متحان تجريبي للوزارة عفين وستاشر تقريبا تمام لكن كانت متحان تجريبي تمام نفس خطواتنا بقى كتلة المادة جبت كتلة المادة واحد وخمسين وستاشر وهدي كتلة الملح اللي غير متهدرت تمام الامجي اسو فور الامجي هو مدلك المسألة 24 قال لك الاس ب32 قال لك الو فور 4 زرات اكسوجين فاربعة 4 في 16 ب 64 و 32 و 96 و 24 تطلع ب120 جرام بعد كده امتعيلك النسبة لكتلة المادة على كتلة المولية كتلة المادة على كتلة المولية هعمل ايه 51 و 16 على 18 تطلع ب 2.804 التاني الامجي اسو او برضو 48 و 48 و 48 من 100 على 120 تطلع ب 0.407 وبعد كده بعمل الكبير على الصغير النسبة كبيرة على النسبة الصغيرة النسبة كبيرة على النسبة الصغيرة وبنبقى بنسبة كبيرة طبعا المية هي الاكتر يبقى 2.804 على النسبة الصغيرة اللي هي 0.47 تطلع ب7 يبقى عدد جزيات ماء التولر ب7 والصغير على نفسه بواحد يبقى الجزء الواحد من امجي اسو او فور بيحتوي على 7 جزيات مية فممكن يرحم عليك ويقولك طب اللي اتنين جزء بقى بيحتوى على كام هتبقى باربعة عشر تمام شكرا كده الحمد لله خلصنا المنسائل دي